من النادر أن تتجاوز ردود الفعل على خبر عودة أي شخص من رحلة علاجية حدود التمنيات بالتعافي وطول العمر. خاصة لو كان هذا الشخص في مكانة شيخ الأزهر أحمد الطيب. الذي عاد من ألمانيا بعد إجراء فحوصات على ما يبدو في العمود الفقري. وكعادة كثير من المسافرين على متن الرحلات الجوية. يبدو أن الطيب أراد استغلال الوقت في القراءة. إلا أن ما أثار الجدل هو الكتاب الذي اختاره شيخ الأزهر. اختار قراءته ويحمل عنوان أفول الغرب. الكتاب هذا هو من تأليف الكاتب المغربي حسن أوريد. وفيه يقدم تأملات نقدية فيما يعتبره الأزمة التي يعيشها الغرب حاليا. وتداعياتها على راهي ومستقبل العالم العربي. ينطلق أوريد من فكرة أن الغرب بنى حضارته على وقع الصراع مع حضارات أخرى. والسعي إلى تجاوزها. ومنها الحضارة العربية الإسلامية. من بين المنتقدين لانتقاءات شيخ الأزهر. الطبيب والإعلامي خالد منتصر. الذي وجد تناقضا في اهتمام شيخ الأزهر بهذا الموضوع. خاصة وأنه عائد لتوه من دولة غربية. كاتب موغردا بعد تمنيه السلامة للطيب. قال منتصر في هذه التغريدة. عندي سؤال بصيره بكل احترام. الكتاب الذي يقرأه فضيلة الإمام في الطائرة الأمريكية. علوانه أفول الغرب. اللي هو الغرب الكافر. اللي لو أفل وغابت شمس حضارته. وليس سنلاقي قرص دواء ولا طيارة نرجع فيها. هناك من أيد رأي منتصر كريم. ويقول مثلا هنا. واحد من المؤيدين. كريم يقول شيخ الأزهر راكب طيارة أيربوس غربية. ودرجة أولى عائد من رحلة علاج من ألمانيا. ألف سلامة. لكن لم ينسأ يقرأ كتاب أفول الغرب. يعني انتهاءه. كتاب متطرف ضد الغرب. وعلومه وتقدمه. عموما مع أن لو أن الغرب. أو علومه وتقدمه. عموما مع أن لو الغرب انتهى. شيخ الأزهر وكاتب الكتاب. حيرجعوا يركبوا الحمير. ويتعالجوا بالأعشاب. أما هنا أحمد يقول. أيضا لفكرة منتصر. مجرد ذهابه لألمانيا. لإجراءه. ولو حتى فحوصات طبية. كما يزعمون. هو اعتراف رسمي من شيخ الأزهر. بعدم ثقته التامة بخريجي طب الأزهر. تحديدا وعلى وجه الخصوص وباقي خريجي. كليات الطب في مصر بشكل عام. فين الحبة السوداء. وعسل النحل. وأبوال البعير. والرقية الشرعية. متسائلا. ولا الحاجات دي لينا. وبس. مشاهدين لم يعلق شيخ الأزهر على الانتقادات. والجدل الدائرين. إنما جاء الرد عبر تدوينة للكاتب ورئيس تحريجي ريدة صوت الأزهر أحمد الصاوي. يقول فيها إن قراءة شيخ الأزهر لذلك الكتاب أثارت حفيظة الدعياء. الدعياء العلم والتنوير. الذين لم يقرؤوا الصورة غير أنفسهم. وعقولهم الغارقة في السطحية. بحسب وصف الصاوي. ويضيف الصاوي أيضا في رده أن اهتمام مفاطلة الإمام بالقراءة في هذا الموضوع. يتواكب مع اهتمام كبير لمفكرين وكتاب ومراكز أبحاث غربية. لو فعل هؤلاء ما أقول. ربما لا فتح لهم كتاب حسن أوريد البابة. لفهم الاهتمام الغربي وليس العربي بهذه النبوءة. حتى أن أوريد لم يكن أولا ولا يكون آخر المفكرين الذين تعرضوا لذلك. وفول الغرب كان عنوانا رئيسيا في مؤتمر ميونخ للأمن في عام 2020. ومحورا في التقارير البحثية لمؤسسات الناتو. وسط ساؤلات جادة على المستقبل الغرب الأوروبي والأمريكي. لم يقرأ شيخ الأزهر في قضية هامشية ولا في كتاب صراعي يتحدث عن الغرب الكافر والشرق المؤمن. وإنما في دورة حياة الحضارات وأثرها على العرب. أفول الغرب لا يعني أننا سنفقد الطائرة التي نعود بها من سفراتنا. ولا قرص الدواء. على مواقع التواصل هناك أيضا من استنكر ما أسماه بالهجوم على شيخ الأزهر. مثلا هنا إبراهيم معتمد يقول في هذه التدوينة. سكريبت متوزع كما يقول في هذه التدوينة إبراهيم هذه تدوينته. سكريبت متوزع نفس الجمل والعبارات في الهجوم على شيخ الأزهر. وأنا متأكد أن ولا شخص قرأ الكتاب المذكور ولا يعرف محتوى. المفروض أن المهاجمين عارفين أن الإمام دارس في السوربون وواخد منها دكتوراه. وقرأ في كل حاجة. لكن لزوم الروشنة الهجوم على الشيخ لأنه يقرأ. أما النائب المصري السابق عمر الشوبكي يقول. أفول الغرب ليس من كتب المساطب التي تسطح قضية الغرب وتعتبره كافرا. إنها تحمل رؤية عملية نقدية لجوانب سلبية في الحضارة والمنظومة السياسية الغربية. وهي جزء من حيوية الغرب الذي يعرف النقد الذاتي والقادرة على المراجعة وتصحيح الأخطاء. وهو يفترض أن يسعد أي تنويري حقيقي. شكرا لمشاهدة كاتراندينغ. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها. اشتركوا في القناة.